التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يلتق اليوم وزير الخارجية سامح شكري مع المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان جون إيف لودغيان بمقاري وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن يعقد الطرفان جلسة مباحثات ثنائية حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك تتواصل يوميا من خلال معبر رفح بين مصر وقطع غزة حركة عبور الشاحنات التي تنقل المساعدات للقطع هذا ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة مساعدات تحمل ألاف الشحنات من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية استعدادا لنقلها إلى قطع غزة عبر الهلال الأحمر المصري وكان طريق القاهرة الإسماعلي الصحراوي قد شهد صباح اليوم استفاف القافلة استعدادا لانطلاقها إلى المعبر أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد يؤدي إلى فترة من الهدوء في غزة تستمر ستة أسابيع على الأقل وخلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال بايدن أن واشنطن ستعمل بجدية من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي من جانبه أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحرب على قطاع غزة التي تعد واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث لا تزال مستمرة مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نقف متفرجين وندعو هذا الوضع يستمر وعلن الملك عبد الله في تصريحات صحفية مشتركة عقب القمة التي عقدت في البيت الأبيض بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم الآن مشددا على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي دعت الصين سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية في أقرب وقت ممكن وكان المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لا تمنع إسرائيل من دخول رفح لكن تطالبها بحماية المدنيين وشدد على ضرورة دعم وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح من جانب الطرفين في غزة وقال خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تريد أن تتوقف الحرب في غزة وأولى خطوات ذلك هدنة الممتدة وإخراج جميع المحتجزين وإدخال المساعدات مؤكدا أن الهدنة الإنسانية الممتدة يمكن أن تماهد لنقاشات تفضي لحل النزاع أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن رواه عن قلقها إذا احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح وحذرت من أنها لن تكون قادرة على إدارة عملياتها بشكل فعال وآمن في المدينة إذا هاجمها جيش الاحتلال وذكرت الوكالة أن الوصول إلى التجمعات السكانية المعزولة شمال وادي غزة ما زال يمثل تحديا وفي الفترة ما بين الأول من يناير والخامس من فبراير لم تصل سوى عشر بعثات شاملة للأنروا إلى شمال وادي غزة من أصل خمسة وثلاثين بعثة كان مخططا لها الدخول لغزة قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف لإنهاء المواجهات مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين وذلك بحسب وثيقة تدعو المقاتلين بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله إلى الانسحاب مسافة عشرة كيلو مترات من الحدود تهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع العضوان على غزة وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بأكثر من خمسة وتسعين مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان متجاوزا عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام وبدعم أمريكي يصر الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني باكتياح مدينة رفح الفلسطينية التي يتكدس فيها حاليا ما بين 1.4 من 10 إلى 1.7 من 10 مليون نازح فلسطيني من كل أرجاء قطاع غزة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل